وفي ملف حرية التعبير حل العراق في المرتبة الثلاثين ضمن تصنيف مؤشر الحرية في العالم للعام الفين واربعة وعشرين من بين مائتين وعشرة دولة شملها التصنيف التصنيف أجرته منظمة فريدام هاوس والذي يقيم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية ووفقا للتقرير فقد تراجع مستوى الحرية العالمية للعام الثامن عشر على التوالي الفين وثلاثة وعشرين وكان اتساع وعمق التدهور شسع حيث تضالت الحقوق السياسية والحريات المدنية في اثنين وخمسين دولة من بينها العراق الذي حل في الترتيب الثلاثين هذا ويقيم تقرير الحرية في العالم الحقوق والحريات الواقعية التي يتمتع بها الأفراد وليس أداء الحكومات أو الحكومات في حدي ذاتها وأوضح التقرير أن سوريا حلت بالمركز الأول في المؤشر الذي يقر بإنعدام الحرية ليصل مجموعة النقاط الذي أحرزتها وفقا للمؤشر إلى نقطة واحدة فيما حصل العراق على ثلاثين نقطة رغم ذلك صنف ضمن الاثنان وخمسين دولة التي تضائلت فيها الحريات ترجمة نانسي قنقر